النبي الأعظم صلى الله عليه وآله باب من أبواب الشفاعة إلى الله وهو الباب الأعظم أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم أبواب الشفاعة إلى الله في هذه الدنيا الإمام الحجة المهدي عجل الله تعالى فرجه باب من أبواب الشفاعة إلى الله سبحانه ينبغي علينا جميعا ألا نغفل دخول هذا الباب نطلب من الله تعالى بشفاعتهم أن يعطينا كل ما نريد أن يعطينا خير الدنيا والآخر الحاجات الشخصية الحاجات الاجتماعية الحاجات الدنيوية الحاجات الأخروية أوضاع المسلمين كلها يجب أن نطلبها منهم نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا من هذا الفيض العظيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر